فاللي جاي هو الأفضل بإذن الله لنادي الأهلي والتصحيح والمعالجة بتحصل والدور الأكبر دايماً على جمهور النادي الأهلي إنه هو يفضل في ظهر الفريق ده زي ما احنا متعودين دايماً على الحلوة والمرة معاه على الحلوة والمرة مع الأهلي فده اللي أنا كنت حابب أقوله وده الكلام اللي أتمنى إن الناس كتير يكونوا فيه مؤصد إيه وتمنى إن احنا نفكر في اللي جاي عشان اللي فات فات وخلص وبسندتنا ودعمنا كأهلوية إن شاء الله الحال يتصلح والأمور تبقى أفضل بالنسبة ليه النادي الأهلي إحنا لسه في إطار منافسة على صورة الدوري وارد كل شيء بس إنت عندك يا باش 11 مطش ماينفعش تسيب منهم نقطة تلاتة وتلاتين نقطة حتى لو مش هتاخد الدور يكسبهم أنا كده بحط عليك ضغط لأ أنا بديك دافع عشان خطر الجمهور ده أكسم بالله أنا فيه ناس عرفها وحيات ربي حصل لها شرخي في إيديها من النطش والضغطه علي واللي تعب واللغم عشان كورة عشان الأهلي عشان بيحبوا الكيان ده عشان بيعشاؤوا طراب النادي ده فأنا بقول لفرقة النادي الأهلي اللي إحنا هنفضل نصق فيهم طول ما فيه منافسات لأنهما برضه عندهم رصيد رغم أن الرصيد ده مش هنفضل نعتمد عليه بس أنا بقول لهم يا جماعة أنت عندكم تلاتة وتلاتين نقطة بعد إذن حضراتكم ركزوا وتفادوا الأخطاء الساسجل اللي بتحصل أثناء المباراة وهتولنا تلاتة وتلاتين نقطة وسيب بقى حتة الدور دي بإذن الله على ربنا أو كله على الله طبعا في الأول وفي الآخر بس يعني إن شاء الله ربنا يكون موفقك أن أنت تاخد البطولة في الآخر فتلاتة وتلاتين مطش إيه؟ بكرة جون عفوا تلاتة وتلاتين نقطة بكرة حداشر مطش أو حداشر مطش يعني اللي بقى إيلك في بطولة الدور بكرة مين؟ الجون تمام؟ مطش الساعة ستة ونص إن شاء الله الأهلي يكون موافق مباراة صعبة جدا أن الجونة بينافس على البقاء في بطولة الدور بعدها المقصة بعدها المأولين يوم تلاتين يوليو تمام؟ دول آخر تلات مطشرات في الشهر ده هتخش يوم اثنين أغسطس على فرقه ويوم سبع أغسطس على الاتحاد ويوم عشر أغسطس على المصري ويوم أربعة تشر أغسطس مع الإسماعيل ويوم أغسطس مع أسترن ويوم تلاتة عشر أو أربعة عشر مع أمبي ويوم ستة عشر أو سبعة عشر مع طلع الجيش واخر ماتش ليك يوم 29 او 30 اغسطس مع سيراميك يا رجال احنا عايزين 33 نقطة 11 ماتش هي صعبة عليكم لا مستعبة تقدروا ولا تقدروا لا تقدروا اه في حالة اهتزاز في السقة شوية بس انتم قادرين ترجعوها وحترجع بينا كجمهور النادي الاهلي هو اللي حيرجع ثقاتكم في نفسكم لان ده دور جمهور النادي الاهلي هتجبوهم لنا 33 نقطة هتجبوهم لنا بإذن الله هتقدروا بإذن الله واحد احد من الصعبة خالص على الاهلي لكن مطلوب ايه التركيز والهدوء التركيز والهدوء من اللعبة نفسهم جوه الملعب العب لعبك للأسف الشكل في الشوط الاول في ماتش الزمالك كان حاجة صعبة جدا على غرار ما حدث في مرات بيرامدز الشوط التاني بقى فيه استفاقة للفرقة وكنا قريبين احنا نتعادل لولا زكاء لعبت الزمالك بان هما موتوا رتم الماتش لما وقع عواد على فتوح على كلام من ده رغم ان فتوح فعلا مصاب يعني بس قصدي ايه رتم الماتش وقع شوية لكن في كل الاحوال انت تقدر تاخد 33 نقطة من خلال تكسب 11 ماتش وان شاء الله بإذن الله تعود جمهور النادي الاهلي اللي بيحزن أول ما فرقة بتخسر واللي حيبق ليه الدور الأبرز بإذن الله واحد احد في عودة الجمهور او في عودة النادي ده للطريق الصحيح بالتحديد في فرقة كرة القدم والقدم دايما يكون افضل